جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أنا إنسان عامل أشتغل طول النهار أشتغل عندي مرأة وعندي أطفال لازم أعيشهم لازم أودي لهم طعام فأنا لا أصلي إلا الخمس ما عندي وقت بعد ما عندي وقت نوافل أصلي ما أقدر أقوم قيام الليل تهجد ما أقدر أتعب ما أقدر أصلي أي نافلة أنا أصلي بيرلي أنا أصلي خمس صلوات ولا أصوم إلا في شهر رمضان بعد ما أقدر لا شهر رجب لا شعبان ما عندي أنا رجل أعمل وأكدح وليس في مالي صدقة ولا تطوع الفلوس اللي أحصلها على قد مصرف مرتي وأطفالي وبيتي بعد ما أقدر أدفع زكاة ما أقدر أدفع صدقة فهل أدخل الجنة يا رسول الله أنوي هذا عملي أقدر أدخل الجنة فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه ثم رفع رأسه متبسما وقال نعم تدخل الجنة معي آخذ يدك وأدخلك الجنة إن أنت ضمنت لي ستة خصال أنت صلاة نافلة لما تقدر أصلي صوم تطوع ما عندك صدقة ما عندك زكاة ما عندك هل أعمال ما عندك مو مشكلة أدي الواجب بس لكن أيضا اضمن لي أنت ضمن لي هالخصال الست أولها قال له احفظ قلبك من الغل والحسد قال لي هذا القلب نظيف لا تحمل حقد على أحد غل كره خلي قلبك طيب هذا القلب لازم يكون ناصع إذا ترسناه بحسد وغل وحقد وعداوة وشتيمة وفلان ما أحبه وفلان أكرهه وفلان ما أطيقه وفلان ما أريده إذن من بقي؟ من بقي في الدنيا؟ طحر قلبك من الغل والحسد و قال له ولسانك شوف ولسانك ولسانك من الكذب والغيب سيطر على لسانك لا تستغيب أحد من الناس إذا تحكي قصة قول واحد فلان لا تجيب اسم لا تجيب اسمه لا تذكر اسمه فلان من الناس هكذا هكذا صنع لا تستغيب الناس ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لا نستغيب الناس لأنه احنا كلنا بينا عيوب كلنا بينا عيوب إذا أنا أستغيب الناس الناس رح يستغيبوني خلي نحافظ إنسان في غيابه من مو موجود شوف من يكون موجود نستحي ننتقده أمامه نستحي نحكي عليه من موجود نعظمه ونحبه ونحترمه ونقوم له ونقعد له ونقدمه لكن بمجرد أن يغيب يبدأ الطعن يبدأ الضرب هاي مو من أخلاق المؤمن مو من أخلاق الإنسان الصالح فطحر لسانك من الكذب والغيبة وأيضا وعينك هاي الصفات الوحدة ثنين ثلاثة أربعة بعدين الصفة خمسة وستة وعينك من أن تزدري بها مسلما ومما حرم الله سبحانه وتعالى يعني نظرتك عينك من تشوف الناس انظر لهم نظرة رأفة نظرة شفقة نظرة احترام نظرة ود لا تنظر للناس نظرة تكبر واحتقار حتى لو أنت تكون أعلم العالمين حتى لو تكون أثر الأثرياء حتى لو أنت تكون امبراطور انظر إلى الناس نظرة الاحترام والتواضع والأخوة والشفقة والمودة نظراتك لتكون نظرات محبة مو نظرات كره واستعلاء وأن تزدري بها مسلما ومما حرم الله أشياءكم حرمة معروفة بالشريعة كلكم تعرفوها الحلال معروف والحرام معروف اشتركوا في القناة